اليوم في مطبخ يوم جديد رح نعمل شوية يعني فكرة للتقديم رح نعمل كاكة من الأرز نعمل نوعين من الأرز مع بعض نفلفلها مع شوية كاجو وبازيلا ولحمة مفرومة بالإضافة لبندورة مقلية بندورة مقلية رح نستخدم البندورة المعلقة اللي هلأ موسمها مع بيسوق رح نقليها بزيت زيتون بس بالإضافة إلى تبولة بس المرة تبولتنا رح تكون باستخدام الملفوف البنفسجي أو اللي هو متعرف عليه بالملفوف الأحمر بسم الله وعلى بركة الله نبدأ كل التفاصيل مع لانا زيدان أهلا وسهلا فيكم يلا خلينا ناخد مع بعض رح يكون معانا 2 كوب أرز قطاف حبة متوسطة 2 كوب أرز قطاف بسمتي وحبة طويلة لحمة مفرومة خشنة 1 بصل مفروم وزيت نباتي وكمان رح يكون معانا بازيلة خضرة كعجم حمص غير مملح محوم ملح فلفل كوركم بهاري مشكل وهي المطحون والله هيك خفيف لطيف الطبق آه سريعة إحنا لن رح نعمل فكرة اليوم للتقديم وكمان إحنا نزلنا على السوشيال ميديا على كل صفحات التلفزيون الأردني يوم جديد وحتى صفحاتهم بتعود إليه على جميع منصات التواصل الاجتماعي اليوم في عنا طبعا هو أحد رعاة مطبخي يوم جديد رز متكتك بالأول وبالآخر أرز قطافي عندهم منتجات اللي هي البقليات إضافة إلى أنواع الأرز ثلاث أنواع أرز الكيس الشفاف اللي هو عن الحبة المتوسطة اللي احنا بنعرفه بالحبة الأصيرة الحبة المتوسطة هو للمحاشي للمنسف للمقلوبة الكيس الأخضر اللي هو إكسين لارج هذا اللي مضروب بخار اللي بنحكي عنه إحنا اللي هو للرجيم الأزرق اللي هو البسمة الهندي الحبة الطويلة تمام؟ هلأ عادة لنا ما بعرف إذا أنتوا بالبيت كمان زينا بتخلطوا بالمقلوبة بسمتي وحبة أصيرة آه طبعا لازم آه فيعني إحنا بنخلط تمام؟ فهدول هم أنواع الرز هم أم أبيلكم هاي هم هذا البسمتي وهذا الحبة الأصيرة إذا ملاحظين قديش لون الرز أبيض بالدرجة الأولى ثانيا ما فيه نسبة كسر نهائيا وهذا الإشي بساعد ستة البيت بإنه تكون طب خطها صح يعني أحيانا نستة هي شاطة والله شاطرة بس بتكون نوع حبة الرز هي اللي مش صح حتى إذا بتلاحظي في بالأسواق لانا رز حتى لو بتنقعي بضلهم هيك شوي على بني صح من نوع الأرز مش منك أنت تمام؟ فهلأ هون هاي الحبة البسمتي لو أنا مسكتها على إيدي وشفت بس نقعيني مدة لا تتجاوز خليني أحكي يعني عشر دقايق في ماء فاتر مش ماء مغلي الماء المغلي بنزل النشا من الرز بخليه يتكسر تمام؟ الحبة المتوسطة برضو كمان حبة واضحة شوفي هو مش مفلفل لما بتفلفل بتكبر حبتها شوي بس ما بتصير بسمتي بس بتظل حبتها واضحة وفيه بركة يعني هذا هلأ صار معبئ لأسواق الحبة المتوسطة من سهول كاليفون يعني هلأ شو بدنا نسوي بدنا ننزل شوية زيت كالعادي زي ما بميحكي دائما ونحمص الرزاق مع زيت نباتي إضافة إلى شوي من الملح والكركم لما يخلص أو بلد فلفل بدك تحطي له بهرات بصير تمام؟ رح نصبح لنا معاك لعبنهم نشتغل بركة خلينا نصبح على كل الناس اللي عم شاركونا عبر لايف الفيسبوك وأكيد رح تظهر أرقام تليفوننا على الشاشة بعد شوي منحب أكيد نمش مع صوتكم ونشوف أرائكم بأطباقنا أو حتى أي أسئلة ممكن تخطر ببالكم رح يكون معنا عمال جمامي بقلنا صباح الأردن حبيب بساعة صباحك يا عمار نادية قرقش بساعة صباحكم يا رب أكيد صباح الخير لنشوف الفراشة فراشة المطبخ علا نيروخ بساعة صباحك نادية ونور البدرة بتقول لي ساعة صباحكم نشوف على العلا مبدع يعطيك ألف عافية أم حمزة البركة صباح الخير شريفة طباقي بتقول لك على صباحكم عطر الله صباحكم بشلاة على النبي اللي هل خلال حبيبنا محمد أم رامي كير معان تقولي منورين نورك حبيبت قلبي فرح بتقول صباح الخير منورين انشراح الحباشنة بتصبح علينا بتعيد علينا وبنصف الإسراء والمعراج من كمان معانا فتحية حيك تقول صباح الخير يا حبيبتي يا علا انتي وهيبة صباح الخير لزميلتنا هيبة كمان وكل سراء وانتي سالمة تمام عندنا هيدا يمان الأخصة تسعد صباحك يا رب وبني ساخذ تقول صباح الورد والاسمين أم همام تقولي يسعد صباحكم من اسطنبول تمام هلا أنا هون حطيتي الكركم فيها السيطة تحطه مع نقعة الرز وفيها تحطه مع الفلفل هلا البحميز زي ما انتوا شايفين أنا عم بشوح الرز عشان يضل معاك يلمع زائب انه بفتح أحسن في الصبخ أو الفلفل شايتبطل في زيت عندي نهائيا بالطنجرة كمان ما بيكسر معاك إذا ضل بالتبروير لمدة تتجاوز اليومين بالتبروير بالتلاجة فهاي الخطوة كتير مهمة السقف مش مخبص تمام بعدين اللي بتخاف من استخدام الحبة المتوسطة تيجي الحبة البسمتي بتسند حبة الرز فلما بتسندها إذا فيه مية زيادة على حبة الرز القصيرة تيجي حبة البسمتي بتسحبها فبطلع عندك هيك رز طري واضح زاكي وفي ناس ما بتحب البسمة لأنه شوية لانا بتحسي أنهم يعني بقول لك هو ناشف آه هيك بنا زلتها فرحة فانتي ادمشي فجاربي يحطي كوب بسمتي وكوب من أرز قطف الحبة المتوسطة الشي بيجنن تمام هلنا راح من عندي الزيت شوحة حبة الرز إذا طولت عليها بتكسر بس لما تسحب الرزة زي ما أنتو شايفين أمامكم هايو تمام تحمص وبلش صوت الزيت بنزل عليه ماء مغلي هاي الخطوة بتغنيكي عن خطوة الأضحى أهلينا لانا لما بتخلص وأنا زي الحجات بصراحة بعمل زي الأهلينا لما بتخلص المقلوبة وحتى رز أنا بفلفله لأي نوع من أنواع الطبخات اللي فيها يخنى وهالأمور لازم أدح له معلقة سمنة إذا ما بدك تدحي معلقة سمنة بعد ما يستوي إيش تعملي حمصي بنروح كيف نحمصه زي ما حمصنا هلأ آآ آآ إذا ما بدك تحمصي دا حيلو سمنة بتخلي حبة الرزة تفتح بتلمع بضل معاك الحبة واقفة بتفتح وبتبيض الوجه تمام هلأ أنا هون حطيت المي زي ما أنتو شايفها راح يبلش يغلي طلع شوي مع الغليان الرز لفوق إذا أنت عيارك قليلة شوي هذا اللي بيشتغل بالعين ما بدك تشتغلي بالعين تقريبا بدك عقدة أصبع عقدة الأصبع هاي عقدة أصبعك الأولى هايها هاي عقدة أصبعك تحطي أصبعك هيك على الرز وصلت المي لعند عقدة الأصبع هذا كلام أمهاتنا عقدة أصبع المي هلأ لما بلش يغلي بدي أروح أوقت الغاز وسلامتك وتعيشي لبهار قبل أو أثناء زي ما بيحبوا تمام يا شوف أولا بدهم منك طريقة الكبة على الصاج سويناها سوينا كبة لبابة ومبرومة وسمائية بس كبة الصانية لازم أعملكم إيها على طريقتي فيها هيك ترك خفيف اللي هو عبارة عن خبزة ناشفة عشان العجينة تطلع معاك المقرش رح نخلي هون الرز معاية فلفل وبعدين هلأ رح نشتغل بي اللحمة المفرومة اللحمة المفرومة اللي أنا مشتغلة فيها هي عبارة عن لحمة عجل بلدي مفرومة خشنة ضربة واحدة على السكين يعني بتبقى واضحة بعد ما تكون واضحة معاك اللحمة يا ستي الكريمة حطيتها بشوية هيل مع شوية مي لحتى سحبت سوائلها بهاي الخطوة بروح أنا بسحب اللحمة من مكانها عشان أحط بعدين الزيت والبصل هلأ إذا حطيتها على البصل مباشرة رح تستوي بس لما بتستوي وتتنكه في البصل رح تحبس السوائل في داخلها ونحن تحسيها بتعليك تمام؟ فدائما اعملي هاي الخطوة واسحبي من هالسوائل بعدين بتقليها رح نقول الرز هون ومعك يا أمي اللو طريق الشنقية بقول صباح الفل والياسمين هاي رفوع بتقول صباح الخير الأحلى مديعة وأحلى شيء في ساعة صباحك أحمد عليمات بقول صباح الخير في ساعة صباحك يا أحمد خلد أبو خجي بقول إشي بشهي من الآخر يا شفعل الحمد لله بصراحة إحنا كمان لسه منشوف ومنشم ومندوق كمان أم إبراهيم الدويري بتقول صباح الخير وكل سنة وانتو سالمين وانتو سالمة يا رب محمد جبر صباح الخير لا إلك وفتحية صباح الخير من كمان معانا معانا ليث بقول بعيد على ولادي ليث وجنين كل سنة وهم سالمين يا رب ومعانا كمان المعلم نشأة ساعدة بقول صباح الخير للوطن صباح الخير لا إلك وشريفة طباخي بتقول لو سمحتي ليش الرز بس يتقلب الزيت شوي بيزيت بالطعم لا لا ما بيزيت أبدا الرز بيصحب الزيت وبضلي المع بس ما بيزيت هلا بزيت إذا كان كتير يعني إنتي خلينا نحكي مثلا نوس كيلور الرز اللي هو كاستنبرز زي ما أنا حطهن كاس بكاسة تقريبا تقريبا يعني أنا حطه معلقتين كبار بس فما تكتري يعني مشكلة إنها شكلها مكتري زيت حطينا زيت وحننزل البصل مفروم كيوز نعم بها الشكل بنقلي بعدين بنرجع اللحمة بعد ما صحبت السوائل الدموية منها ونكهتها بنكهب الهيل المطحوم يلا خلينا ناخد أم رامي بتقول صباح الخير نور هانا الزعبي بتطبح علينا وزهور بتقول صباح الخير من الزرق صباح الخير لإلك ولي كل أهلنا بالزرق أم عبد الله الشطي بتقول صباح الخير ووردة بتقول مرحبا بكم من عمان أهلا وسهلا فيك أمين كمان هيا بتطبح علينا وجدان تقول صباح الورد أم إبراهيم يسلموا إيديكم على أحلى وصفات مدلين القبلان تقول لي عطيك العافية شفعوا لأولانا وصباحكم ورد صباحك يا رب أم عبد الملك الشطي تقول صباح الورد والياسمين أم يازي تقول الله يسعد صباحكم تمام هلأ بننجيب اللاية تانية للبازيل هلأ فيهم لأنا يستخدموا أي نوع خضار بدهمية بس أنا رح أستخدم بازيل البازيلة مجمدة لما بدوا بطلجها بتسحب السوائل من حبة الخضار اللي أنت مجمدتيها إذا ما تسلقيها فقط أنا حتطليها ماء مغلي رح أحط هون شوي من الزيت زيت نباتي أو زيت زيتون زي ما بتحب خلي درجة حرارة وتطلع شوي وبعدين رح نزل على البازيلة هلأ البازيلة إذا طولت على الغاز بتدبل فورا لأنه كانت مجمدة فأنت تشويحة بسيطة بس هيك شوية ستامة مع البهرات هلأ هون عندي البصل شوية نستنى يدبل وبعدين بنزل على اللحم والبهرات مساعد صباحك يا فريال تمان عنها رجاء بدوية ساعد صباحكم وصباحك يا رب عمرامي كان عانا بتصبح علينا مين كمان معانا رائدة شربات بتقولي ساعد صباحكم النورين مساعد صباحكم جميعا الله هذا الطبق لنهاية الأسبوع بزنن يا شفارة بصياحة يعني لو بنا نحط بزنة وجزر سريع اوه بالضبط يعني لو بنا نحط بزنة وجزر بيصير قوزي فأنا اخترت اليوم بس بزنة وبقل اللحمة بهالشكل وهيكي بتاخد النكهة صح والبصل بيضل مبين صح واللحمة ما بتزنخ ولا بتعلق الابهارات اللي حطناها كنا قبل حطين هيل ألفي صح بس لف تعطير بس ملح فلفل أبدا متين هاية الطريق لمحط يلا خلينا نشوف مين معانا مشاركين جداد ا Istaterpah غدوا الخطيب صبح علينا يسعد صباحك ودينى المومنا صباحكم عاصل يا أحل job في وقت مبين يسعد صباحك امرأة فاتح حرباوي فيصبح علينا يعطين العاف wart ويعافي ق avant אو ext cop امرامي بتصبح علينا سعد صباحك نغم بتقول سعد صباحكم لأ modules مبين 14 لو سمحتي بهارات الكيجن لشو نستعملها؟ بهار الكيجن هو عبارة عن خليط من البهارات اللي بتروح مع البطاطا، مكرونة، جاج، شيء، بلبق مع الكل، سمك لحملاء تمام؟ سمك لحملاء شوفوا الرز كيف تطلع معاي، ما بقرب عليه أنا عشان ما أكسره، طلع طلع كيف الحبة واضحة سهل كثير، أرز حبة كطاف رز بيض الوجه، لو رفع فلك إياها، طبعا هو لسه بده، لسه ما أستوى فشوف الحبة ما بتكسر برغم أني أنا خالطة نوعين، وهذا الأشي بهمست البيت أنه يسندها في الطبخة تمام؟ خليها براحتها عمرك ما تحركي الرز لأنه بتكسره، إذا بدت تحركي هيك بتجيبي من طرف التندرة وبترفعها هيك بتجيبي وبترفع، هيك بكون أنا جبت اللي تحت فوق واللي فوق نزل تحت بدون ما أنا أمسك وأحرك الرز وأكسره ببساطة بتظل حبة الرز عندك تطيب الوجه، تمام؟ يلا يلا، معنا اتصالنا ريمان من عمان صباح الخير صباح الخير، صباحك ورد يا رب كيف حالك؟ حبيبت قلبي، الله يعافي قلبك وشف علم معاك تفضلي ألو، عافية يا شايف هلا حبيبتي صباح الخل هلا يا أمر يعطيك العافية، كل عمودة الخير جميعا أحيان وسهلا أحب أحكي لك كل عمودة الخير ويعطيك العافية، كل إشي بتقدمي خدمتك يا أمر، تدللي، ما رأيك في وصفاتي اليوم؟ كل إشي، مبارح أنا عملت الخبز وبعدتلك إياهم على الباسنجة طبقتي إشي منهم؟ آه، مبارح الخبز، بعدتلك إياه آيوة، أنت اللي بعتتك خمس النهار بدك تدغري نهار بدك تدغري، طلع معاك أحلى من اللي طلع معاك الله من بعدك يا شف، من بعدك، الحقي يقارب حبيبتي، حبيبتي، إلى الأمام يا أمر، بالهنة والعافية الله يساعدكم يا رب، يعطيكم العافية العافية عافية قلبكو، شكرا على إتصالك نريماني إن شاء الله عنها شولدوزنة ومرتبة، وكل رغيف قدتان وإشي إشي آه، والله هلا ستاتنا شاطرين، ليش الحقيقة؟ إن شاء الله عنهم تمام، ملح وفلفل، حطنا شوية كوركم عشان يصير لون الأخضر تبعها هيك فاتح حلو بعدين حطت شوية فلفل أسود تمام؟ هيك بشكل بسيط، شوية هيل وبهار مشكل بعدين رح أروح أحركهم مع بعض هالشكل خليها، تافتك ألمة، بعدين أرجع أشوك اللحمة، أعطيها تشويحة مع البهارات نحن ما حطينا بهارات، بدنا نحط البهارات هلا نشوحهم مع بعض بس ما بدي أعطيها لون كرمال، ما تنحرق معاي أو حتى تجلد رح نحط شوية كوركم على اللحمة، عشان إيش؟ أصير لونها فاتح وحلو ونحسب حساب إنه فينا استخدموا أنواع مختلفة من اللحم صح، فعشان هيك الكل يكون مبسوط، هيها المكتون نهار مشكل، معنا التسوح معنا رانيا، رانيا صباح الخير أهلا صباح النور أهلا وسهلا فيك، ورانا عم تحكينا خبات أشكر الست علا على الأكل كثير زاكي طبعا تفضلي معاك الشف علا حبيبتي، أهلا وسهلا، صباحك ورد قولي يا أمر الله يحبك يا جلبي، سلم ويدك على الأكل كثير كثير زاكي حبيبتي، أهلا وسهلا فيك بكل وقت، تدللي أهلا وسهلا، حبيبتي حبيبتي، أهلا وسهلا يا أمر شكرا لأتصالك رانيا نعم حلق هون أنا عندي اللحمة صارت جاهزة، ما بطول عليها بخلي لونها يظل حلو ومرتب بهالشكل البازالة عندي كمان عم تتقلع الرز عندي على النار، طبعا أنا مجهزة شوية رز لأنه بدي إيالة الوسطة بارد إذا بحطه بطريقة التقديم سخن بيفرط فأنا عندي شوية مش بارد فاتر لما معناه بعدين بحرك البازالة هالشكل مع البهارات خلينا نصبح على المسيطة اللي شاركونا من جديد على الفيس بوك هل سعد صباحكم لأهلة مديعة وأبدأ أشيف وصباحك يا رب كل سنة وانتي سالمة وأم علي العمريو بتصبح علينا يسعد صباحك ومين كمان هودا كريشان بتقول صباح العسل يا عسولاد يسعد صباحك اللمية بتصبح علينا بتقول قريبا من الأردن رغب إني صايمة وباليف ملفوف لازم أتابعكم بتتابعنا من جدة لمية سعد صباحها يعني إحنا كان الصح المليان كاجو ما أظن لنا أجد كعكش والله أنا أخد واحدة أعطتني إياها زميلتنا أنا ما قربت أنا إن دايت دائما كل عادي الله أعلم من إبراهيم صحة وأنا مملحة ولا نايمة لا لا مش مملح لطبخ مش مملح بس أقول له أعطني يا محمص مش مملح وبيعطيكي محل بتشتري منه تمام أنا بجيب من المول مباشرة لني بلاء مملح مدخن بدون ملح معمل حلق صار بنباع بأشرب زي ما بجيبوه من عن الشجرة أيوه بنباع بأشربه شايفين زي هيك حطينا الكاجو بعدين رح ننزل عليه اللحمة يا ستة الكريمة كيفان غير شكل اليوم دلال آه نحن نعمل على شكل كيكل بهالشكل بسم الله أحمد نحاول نعمل طبقات واضحة استخدمت هذا القلب لأنه كبير القلب تبع كيكل صوبة كبير وواضح وموجودة بكل البيوت بطبط هلأ فيها الست كيف تعمل مثلا ممكن تحط اللي هي بصانية مثلا حفها عالي وتقلبه مدور نحن نعمل بشكل قلب كيك لا حتى رح يطلع أحلى شوف آه رح يطلع كثير لذيذ مبهج للصغار عندك حماعتك حماكي عزومة يعني تضيح شريفة تباخي بتقول أنت الحلوة يا شف علا يسعد قلبك من كمان معانا محمد عواط يصبح علينا صباح الخير يا محمد من كمان أمريامي صباح الخير ونور تقول صباح الخير وسلامات للشميلة هي برحت فيها قريبا إن شاء الله نجاح عوض يا صباحكم ورد وخلوة ياسمين منورين إيمان خلايفة يسعد صباحك يا رب حبيبة عبد بقول صباح الورد أم سلطان الزعبي بتصبح علينا يسعد صباحك يا أم سلطان أم خلص ماضي بقول منورين يسعد صباحك يا رب يا أم خالد محمود عوض السلامات وصبح علينا وأسد الريان بقول يعطيكم ألف عافعات تعلبك يا ربا تمام هلا إحنا نظف مكاننا عشان يضل شغلنا تمام بعدين رح ننزل البازيلة اللي شوحناها بدون الميل عليها عشان ما تخلي القالب عندي يفرط أم كي تمام منا ننصف فيها شايف ولا بقى معلقة لا باستخدام كفكير معان كفكير مطبخ رح نروح نكبس اللحمة ما تدهني القالب ولا إشي رح يقلب ما تخاسف تمام تمام هلا إحنا لما بنكبسها عم بنكبس الحواف أهم إشي الحواف من الداخل والخارج كيرمال يصير عندي طبقة بهالشكل قاعدين رح نروح نكبس اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 ليش؟ لانها لازم المقلوبة او هاي الطبخات تضل محافة الطبق اللي بدي اقدم فيه بعدين لازم تخليها تهدى لمدة لا تقل عن 10 دقايق عشان تقلب معي قالب اشتركوا في القناة 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 اتفاق